وبالأسعار اللي بتحلم بيها كلنا كده في أركيديا مول ده مكانك في أركيديا مول أكبر تجمع الاكسسوار المحمول في مصر محلات متخصصة في جميع أنواع الملابس الحريمي الأطفالي الرجالي محلات الطرح والاسكرفات محلات الاكسسوارات محلات الأحزية والشمت والجلود محلات الساعات والنظارات أركيديا مول كل اللي بتحلم بيه طبعا هتلاقيه أدوات منزلية أدوات مكتبية هدايا ولعب أطفال كافي شوب ومطعم خاص أركيديا مول المول الوحيد اللي في وسط البلد على الكورنيش المول الوحيد على الممشى السياحي أركيديا مول المول الوحيد اللي بيطلع عن نيل أركيديا راح تورد عملائنا هو هدفنا يلا مسانيينكم تشرفونا في أقرب وقت واسألوا عن عروض العيد السنادي أركيديا مول كل طلباتك في مكان واحد هذا الإعلان إهداء من كلام تجار موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيزي المشاهدين نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج كلام تجار كل سنة وحضراتكم جميعا طيبين وبخير على الأمة الإسلامية والعربية وجميع المصريين بخير إن شاء الله واخوتنا المسيحيين كل سنة وانتوا طيبين وعيد سعيد علينا كلنا إن شاء الله ونتمنى السعادة لكل المصريين والخير والأمام بإذن الله يمكن النهاردة جايين نتكلم عن فكرة جديدة في مصر والتطور اللي إحنا عايشين فيه مصر في السنوات الأخيرة تطورت بشكل سريع جدا وتطور مميز جدا 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 يمكن إحنا عندنا في وسط البلد أهم المعالم اللي بتتميز بيها مصر عندنا في وسط البلد زي المتحف المصري اللي موجود في وسط البلد وتم نقله وسط البلد بيتمتع بحاجات كتيرة جدا زي مدان التحرير اللي بقى من أشهر ميادين العالم وسط البلد عندنا بتتمتع بجمال وممشى دلوقتي هو أهم المميزات السياحية في مصر هو ممشى أهل مصر ممشى السياحي اللي على كورنيش النيل فالتطور والتكنولوجيا اللي إحنا عايشينها في وسط البلد دي ومنطقة وسط البلد بقت منطقة كلها حاليا بيتم فيها تطورات بشكل سريع جدا وتطور خيالي فانتظروا مصر الجديدة بإذن الله في التطورات اللي بتحصل في وسط البلد والتطورات والتكنولوجيا اللي إحنا عايشينها الجديدة دي وفي وسط التطورات دي كلها كانت في حاجة جميلة جدا 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 إحنا عندنا منطقة الكورنيش بقت عليها ممشى أهل مصر أو الممشى السياحي اللي تقدر حضرتك تروحه بكل سهولة ومعمول فيه أكنك بالزبط أنت في قطعة من أوروبا بل وأفضل وإن شاء الله تقدروا تروحوا تشوفوا الكلام ده على كورنيش النيل في وسط البلد المنطقة اللي معمول فيها الممشى السياحي كان لها أفكار كتيرة جدا إن المكان يكون في وسط البلد على أساس في منطقة بتتمتع بأهم فنادق وسط البلد وأهم فنادق مصر لما تيجي تقول أهم فنادق مصر في فنادق كتيرة جدا في منطقة وسط البلد زي فندق الكونراد فندق الفيرموند الديار الفندق الجديد الفنادق دي كان لازم يكون لها مول خدمي محترم جدا يقدر يخدم منطقة وسط البلد وفي نفس الوقت بيقدر يخدم السياح والفنادق اللي موجودة عندنا فكان عندنا من ضمن المولات المحترمة قوي دي مول أركيديا مول أركيديا مول كلنا فاكرين الأحداث اللي كانت فيه قبل كده أركيديا مول اتطور خالص بقى شكل أروع مما تتخيله بقى فيه كل ما تتخيله تقدر تتفرج عليه في أركيديا مول من جميع أنواع المجالات فيه تجمع كبير جدا 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 لتجار اكسسور موبايل فيه تجمع كبير جدا لكسسورات الحريمي فيه تجمع لكسسورات الملابس الرجالي والحريمي فيه محلات كتيرة جدا يمكن فيه من أشهر البرندات اللي موجودة في مصر للملابس الرياضية موجود في مول أركيديا مول أركيديا كان البلد لها رؤية أو الدولة دايما لها رؤية أن أي منطقة بيتعمل فيها مكان جديد لازم يكون لها مكان خدمي مكان خدمي يقدر يخدم المنطقة أو المربع ده فكان ممشى أهل مصر موجود فيه المنطقة الخدمية بتاعته وموجود كمان على أساس أن يبقى فيه توسعات للممشى السياحي موجود مكان بيخدم مع ممشى أهل مصر هو مول أركيديا اللي بيتمتع فيه بكل أرياحية أن أنت تقدر تروحه أنت وأولادك في من أهم الملاهي اللي موجودة وأرخص الملاهي اللي موجودة في مول أركيديا موجودة هناك ملاهي محترمة جدا تقدر تروح وإنت بتتسوق بأولادك وأطفالك وتاخد حضرتك الأسرة كلها كاملة تقدر تاكل هناك في مطاعم برندات محترمة تقدر تقعد في قفهات محترمة جدا موجودة في مول أركيديا تقدر حضرتك تشوف محلات عاملة عروض جميلة جدا في مول أركيديا على ممشى أهل مصر اللي يعتبر فخر للمصريين الإنشاء اللي موجود فيه واللي بيتطور كمان وبيحصل فيه تتوسعات أكبر بكتير من اللي موجودة فيه حاليا وبيفتتحوا المرحلة التانية منه ان شاء الله فبدعوا كل المصريين اللي احنا لازم لازم تزوروا مول أركديا للرجال الأعمال وتجار مصر اللي استثمار في مول أركديا من أهم المولات اللي موجودة بل المول الوحيد المول الوحيد ودي خدها حط تحتها كده ميت شارت المول الوحيد اللي في مصر يرى النيل المول الوحيد اللي بيشوف النيل مباشرة هو مول أركديا مول أركديا من ضمن مميزاته ان فيه حضرتك تقدر تروحه فيه جراش متطب بيتمتع بأربع طوابق محترمة جدا يقدر يشيل أكتر من 2500 سيارة مول أركديا فيه خدمات كتيرة جدا موجودة في قلب المول وفيه مكان للاستثمارات ومحلات معروضة للتمليك وللإجارات بأسعار بقول لتجار مصر ما تفوتوش الفرصة دي أبدا وحاولوا ان انتوا تستثمروا المول ده على أساس ان هو فيه أسعار للعامل للمصر للتجار بأسعار محلات في التمليك أسعار جميلة جدا 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 أسعار إجارات بأسعار خيصة وكويسة جدا فيه المواطن المصري نفسه اللي يقدر يروح مول أركديا في وسط البلد اللي يعتبر في التحرير يشوف محلات كلها عاملة عروض هناك بأسعار قد تكون بخصم 60% أو 50% عاملين أسعار الناس عاملة أسعار هناك لأنها بتدفع إجارات مش رهيبة زي باقي المولات بتدفع إجارات متوسطة في مكان محترم يقدر يليق بيك ويليق بأولادك ويليق بأن انت تاخد الأسرة كلها تتسوق في قلب المول وتتمتعه في قلب المول وفي قلب الممشى السياحي ويعتبر نفسك جوا النيل يعني وانت في قلب المول لما تطلع كده في بعض أدوار المول وتقعد في منطقة القفيهات اللي موجودة فوق ومنطقة المطاعم اللي موجودة فوق الفوت كورت بتاع المول نفسه أكنك قاعد في الممشى السياحي وأكنك قاعد في قلب النين فمميزات مول أركيديا مول محترم قوي لو انت لسه بتفكر ان انت أو حد بيقولك ان انت متفكرش تروح مول أركيديا عشان تستسمر فيه صدقني الوقت هيفوت منطقة وسط البلد فيها تطورات رهيبة جدا فيها تطورات خيالية مول أركيديا موجود في منطقة أمينة جدا للتوسعات رغم ان مصر في أي مكان أي حاجة فيها توسعات في مصر الدولة ما بتقفش على حاجة فيها توسعات بتقدر تشيل أي حاجة فيها توسعات لصالح الدولة ولصالح المواطن الدولة بتقدر تاخد التوسعات انتو شايفين الصور الصور معانا الصور معانا بتاعت مول أركيديا على الشاشة حاجة كده روعة من جوة مول ما شاء الله عليه مميز قوي محترم جدا ان انت تروح تحب راحتك النفسية هتلاقي فيه وفي نفس الوقت هو مالوش هو مش في مشوار بعيد انت في وسط البلد وسط البلد المنطقة السياحية او المنطقة الاولى للاستثمارات في مصر هي وسط البلد وسط البلد اهم منطقة في جمهورية مصر العربية بل المنطقة الاولى لاكتصاد مصر لكل التجار هي منطقة وسط البلد مول أركيديا بيتمتع بوجوده في هذه المنطقة ففي مميزات كتيرة او الصور لو تقدر انت مروحتش لسه مول أركيديا بعد التطورات والتوسعات اللي حصلت في مول أركيديا تقدر تروح المول وتتفرج وهتستمتع بجد بحاجة كويسة جدا 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 تقدر تتواصل وتشوف هناك المول على اساس لو حضرتك بتفكر انك تستسمر مول أركيديا للإستثمار حاليا اسعاره كويسة جدا يعني ما تيجي تشوف حضرتك منطقة التوسعات وتشوف منطقة مسبيره والاسعار بتاعت منطقة مسبيره وتلاقي مول أركيديا اسعاره متوسطة مع التطورات والتكنولوجيا اللي معمولة في مسبيره اللي احنا بندعم كل السبل لمنطقة التطور الرهيب اللي في مسبيره ومنطقة الابراج اللي معمولة بشكل شيق جدا في وسط البلد فالواحد يفتخر بالنفيتة والصعات وفي مصر بتتطور بشكل رهيب جدا مصر بتتطور بشكل سريع جدا في ظل عهد فخامة الرئيس اللي دايما بيفكر في التطور والتكنولوجيا للبلد دي بشكل سريع جدا فانا بقول لحضراتكم باستثمار فمول أركدية صدقني صدقني انت هتكون كسبان في اي مجال في مصر في كل المجالات في مصر سواء الملابس الأحزية سوق الساعات الملابس الرئيضية سوق الأدوات المنزلية كل الأدوار متاحة انك تقدر تستثمر فيها بشكل كويس جدا وهو المول شغال بالفعل وشغال بقوة بس لو انت حابب تروح تشوف زيارة للمول صدقني انت هتستفيد كتير جدا بمول أركدية بندعو كل المصريين ان تروح تتفرج وتشوف الجمال اللي معمول في مول أركدية وتشوف وتاخد ولادك للمامشة السياحي هتستمتع بجد بمنطقة وسط البلد والفخامة اللي موجود فيها المامشة السياحي نرجو ان انتوا تستمتعوا به بإذن الله والحلقة الحاجة التانية اللي عايزين نتكلم فيها النهاردة حاجة مهمة جدا قالوا هي السوق المصري والتجارة المصرية اللي احنا فيها حاليا يمكن احنا هاليا نتلاقي البيوت المصرية او الازواج التجار المصريين تقولك الحياة تلفت تماما معنا دلوقتي او في مشاكل كتير في البيوت المصرية بحيث ان الناس حاسة ان الحياة تلفت دلوقتي تلاقي بعض الازواج المصرية بتتكلم في دايما هو جوزي يتغير ليه او زوجي يتغير ليه في المصاريف معنا او انت بقيت بتركز قوي بتسألنا ده بكام وجبته ده وعملته جايبين ده بكام وحاولوا تجيبه ده بدل ده وحاولوا ان احنا نشوف ايه البديل بتاع الحاجة الغالية اللي احنا بنشتريها دي ونجيبها ارخص او منتجات انت بنتعامل فيها بندور على الارخص بتاعها فالستة المصرية النهاردة حاسة ان جوزها ممكن يكون بيفكر ان الموضوع او انت بتفكر بالمديات او ليه دلوقتي كده او انت اتغيرتي ليه او انت بقيت بخيل بشكل كده بنقوله بصريقة او انت بقيت بخيل اوي او انا عايز شوف ان احنا مصاريف ما اتغيرت اوي وانت مش عايز تخليني اصرف براحتي ليه لا الوضع اختلف انا بادعو كل الازواج المصرية اللي هي على طول بتبقى في ظهر الرجل المصري ان اي رجل مصري ناجح في مصر ناجح هو وراء امرأة عظيمة فالرجل المصري حاليا هو ما اتغيرش صدقيني في المصاريف اللي احنا بنتمتع بيها حاليا والاسعار اللي بقيت غالية في كل حاجة في العالم غصبا عن المواطن المصري بقى فيه حاجات غالية مش جاشع تجار بقى فيه حاجات غالية طبيعي وفيه تجار بتستغل الفرص بيبيه حاجات غالية ده طبعا احنا بنبقى ببيت عنه لكن انا بقولك ان احنا الستة المصرية ما تفتكريش ان جوزك دلوقتي بقى يتغير او اسلوبه يتغير بقى هو بخيل خالص لا والله هي الظروف بقت الدنيا كلها صعبة فهو بيبقى بيركز او بي حتى الموضوع ما بقاش فيه غني وفقير يا جماعة الموضوع ما بقاش فيه غني وفقير ما بقاش فيه اصل ده معاه وده معهوش الناس النهاردة بتبقى بتركز في مصاريفها في البيوت او المصاريف الشخصية بشكل صعب شوية لان بقينا في وقت صعب بقينا الجنيه او الفلوس بتيجي بطريقة صعبة شوية فلازم هو بتصرف تبقى بتركز انت بتصرف فلوسك فيه فالستة المصاريف النهاردة فاكرة ان جوزها اتغير لا اوه ما تغيرش وما بقاش بخيل هو الدنيا اختلفت معاه او الموضوع بقى صعب شوية الحاجات بقت غالية قوي المصاريف اللي كنت بصرفها قبل كده مش هتقدر تصرفها دلوقتي او مش تقدر تصرفها دلوقتي لان في حاجات انت لازم تبقى عامل حسابك ان ممكن الحاجة تغلق اكتر ممكن يكون فيه مشاكل بتقابل كل مصر حاليا في الوضع الاقتصادي فده غصبا عننا ده العالم كله بيواجه مشاكل اقتصادية واسعار مرتفعة في كل حاجة فالستة المصارية انا بقولك دايما انت السند لزوجك دايما انت القائد بتاع البيت دايما انت القائد بتاع انا بعتبر ان الستة المصارية من اهم اهم حاجة في الاقتصاد المصري هي المرأة لان المرأة هي سبب نجاح المشروع مع زوجها هتلاقي المرأة سبب نجاح البيت هتلاقي المرأة سبب نجاح التعليم مع الاولاد هتلاقي المرأة سبب نجاح الحياة عمتا صدقني العنصر الاول والاخير مع الراجل هي المرأة المصرية فالمرأة المصرية انا بوجه لها دائما التحية وابدا ان كل ستة مصرية بجد بتتعب اوي 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 سواء الستة بتشتغل او بتبقى مركزة لبيتها اولادها بيبقى فيه تعب عندهم غير طبيعي فالواحد بيدعم الستة المصرية بكل قوة والوقت ده جيه دورك بقى دلوقتي اوي انك تتعب مع نفسك شوية وتقرص على نفسك شوية انك تفضلي وقفة مع الراجل المصري او مع كل تجار مصر او الموظفين المصريين او الراجل بشكل عام لان الوضع بقى المصريف ممكن تكون غالية شوية بنشوف حاجات بديلة ودايما الستة المصرية انا يعني كما عهدنا دائما وابدا ان هي السبب النجاح فاتمنى ان كل الازواج تستحمل ازواجها في الفترات اللي احنا بنمر بها دي الوضع ما تغيرش من ان زوجك هو نفسه اللي تغير او الوضع تغير في الاقتصاد العالمي عمتا فممكن يكون فيه ظروف صعبة شوية ارجو ان انت دائما تكوني السند ارجو ان انت دائما وابدا تكوني سند لزوجك لكن هننكلمكم في موضوع التاني ان شاء الله بعد الفاصل اللي هنطلعه اوعى تروح في اي حتة حضرلي حضرلي اهوتك وحضرلي صحورك عشان نتسحر مع بعض على الهوى اوعى تروح في اي حتة واستنوني بعد الفاصل فموضوع مهم جدا لكل المصريين دعوتكم ان شاء الله بخير اشتركوا في القناة اركديا مول اكبر تجمع الاكسسوار المحمول في مصر محلات متخصصة في جميع انواع الملابس الحريمي الاطفالي الرجالي محلات الطرح والاسكرفات محلات الاكسسوارات محلات الاحزية والشمت والجلود محلات الساعات والنظارات اركديا مول كل اللي بتحلم به طبعا هتلاقيه ادوات منزلية ادوات مكتبية هدايا ولعب اطفال كافي شوب ومطعم خاص اركديا مول المول الوحيد اللي في وسط البلد على الكرنيش المول الوحيد على المبشى السياحي اركديا مول المول الوحيد اللي بيطلع النيل اركديا راح تورد عملائنا هو هدفنا يلا مسانيينكم تشرفونا في اقرب وقت واسألوا عن عروض العيد السنادي اركديا مول كل طلباتك في مكان واحد هذا الاعلان اهداء من كلام تجار رجعنا لكم بعد الفاصل وكنا وعدنا حضراتكم ان احنا هنتكلم في موضوع مهم جدا 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 الموضوع اللي عايزين نتكلم فيه دلوقتي هو موضوع التكاتج في مصر اللي اتكلمنا فيه قبل كده موضوع التكاتج في مصر يمكن وسط البلد فيها بعض الاماكن اللي بيبقى فيها التكاتج في مصر كلها مترقمة واتنمرت بعد الحلقة اللي احنا زاناها بوجه الشكر لدائما لكل رجال الامن المصريين اللي هم سبب نجاح كل حاجة بتحصل في مصر او اي مشروع لازم يكون وراه رجال امن اقوياء رجال امن بتفكر بوجه الشكر دائما وابدا لرجال الامن المصريين وطبعا الشكر الدائم والابدي للجيش المصري سبب فخر العرب كلها الجيش المصري ومنطقة وسط البلد فيها بعض التكاتج اللي اتكلمنا عنها والحمد لله يمكن التكاتج الترقمت في منطقة وسط البلد دلوقتي بقيت اللي اقسام عملت مبادرة انها ترقم التكاتج فبدعوا ان منطقة الجيزة يحصل فيها نفس القصة ان احنا عايزين نعمل التكاتج برضو في منطقة الجيزة ومناطق المحافظات كلها اللي في بعض محافظات من امار التكاتج معنا مين يا فنم؟ خالد خالد ايوا استاذ خالد استاذ خالد ايوا بس انت طيبة بش انا كنت شغالت بشركة حلويات وجده ومش كلها ايه الحاجة غالية اذا ما حضرتك قلت يعني تمام طبعا دلوقتي انا مراتي ما مستحملتني وقفتش جنبي كنت مستحملين الاول حتى في التباصل نعم دلوقتي لما الزركة اتغيرت معايا ايه طبيت لي البيت ومشت وطبعا كل الستات المصرية استاذ اللي بطاق بجمع جوازها يعني يا استاذ خالد مش شرط احنا عندنا الستة المصرية ما تقدر فيش ستة المصرية تقدر تسيب البيت وتمشي الجزهة لما يكون في حاجة غلط صدقني الستات المصرية بتستحمل الستات المصرية لو في حاجة ممكن تكون انت بس تراجع نفسك تاني او حاول انه ممكن يكون فيه اخطاء اه تعالجها لكن ستة المصرية مش هتقدر تسيب جوزها ابدا في ظروف صعبة ده مش ده ما بيحصلش عندنا في مصر او تقدر تقول ده عكس القاعدة تماما يعني ممكن تكون واحد في المية بس اغلب الستات المصريين هتلاقون بيستحملوا اجوازهم بيستحملوا هي مفروض كانت طعب جمد في لغة المحنة اللي انا فيها دي بس اغلب ما استحملتش اغلب انت ما يعانش جزة الى الاول وزروف صغيرت معاك وانا طبعا والله خالد احنا لسه بنقول اه الستة المصرية هي مستحملة ووردي على طول الخط مستحملة وبتستحمل كل المشاكل وبتبقى في ظهر جوزها على طول فاحنا بنقول بندعو كل الستات مصر دائما وابدا نستمر في هذه المسيرة اللي انتو مقدمينها دايما مع الرجال المصريين فالستة المصرية استاذ خالد احنا بنضعو ان اي ستة مصرية لو في خلافات او في تأثير من الزوج صدقيني بغصب عنه دا اللي احنا بنقوله هو مش دا الطبيعة هو ممكن يكون كان في وقت ملاقات هو بيصرف وبيجيب لك كل اللي انت عايزاه ومش كل حاجة والله بيساعد اولاده وبيجيب لأولاده كل اللي انت عايزاه ممكن يكون الوقت تغير شوية او الظروف معات غيرت شوية فبضع كل الستات مصر ان انت ما تقصريش مع جوزك في وقت زي دا ابدا فشكرا نصص خالد وان شاء الله بندعو ان ربنا يرجع لك قصة كلها من الاول تبقى بسلام وان زوجة حضرتك ترجع لك ويبقى الخلاف اللي ما بينكو ينتهي ان شاء الله فبنقول نرجع للموضوع اللي كنا بنتكلم فيه ان احنا التكاتك في مصر بقت مشكلة صعبة قوي التكاتك في مصر بتعمل جرائم كتيرة قوي فان نكون اسم نفسه برقم رقم التوكتوك وبيكون عنده فوق الفايل بتاع سواء التوكتوك دا صدقني هيقلل نسبة 80% من الجرائم اللي بتحصل من التكاتك دي انت تعرف تسيطر عليها 80% في اسم كتير عملت الكلام دا وعملت المبادرة دي وبدأت بفضل الله بعد ما عملنا الحلقة اسام كتير عملتها في القاهرة وبنشكر كل الاسام دي وبنوجه لبقية اسام الجيزة وسكندرية والاسماعيلية والمحافظات كلها لأي منطقة فيها تكاتك بتمشي بنقول لكل الاسام حاولوا ان انتوا تنمروا التكاتك في مصر لان انا حضرتك ممكن اختي اختك زوجتي زوجتك اولادي اولادك ينزلوا في مكان يكون عايزين يستعملوا التكتك دا وهو ببقاش مؤمن ممكن يعمل بي جريمة ومشانعرف نجيبه ونقعد ندور على كاميرات ونشوف الشكل ونعدى الشرطة المصرية فضل الله دلوقتي اي جريمة بتنعرف نجيبها خلال 24 ساعة او 48 ساعة احنا عايزين نبقى بنوفر كمان الجهد في حاجة تانية بدل ما ندور على تكتك دا كان معدى في الحتة الفرنانية برقم والفلاني بياناته كلها عندنا هنعرف نجيبه خلال ساعات او دقايق زي ما الشرطة المصرية دائما وابدا بتعمل فبدعوا كل الشرطة المصرية بجد ان احنا نأمن كل التكاتك اللي في مصر ما تمشيش لما تكون مترقمة ودي حاجة مهمة جدا 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 على اساس نسبة الجريمة اللي بيعملوها سوائين التكاتك بيمشوا عكس الاتجاه بيكسروا اشارات لما بينزلوا في مناطق فيها اماكن مرورية مفيش نظام وهو واقف بيركب الناس بيبقى في اسلوب مع المواطنين بعض مش كل التكاتك بعض التكاتك في اسلوب مع المواطنين بيستعملوه ان هو تحس قصة العافية شوية فده مش احنا معاعدنهوش ابدا في مصر عندنا يحصل ليه هو بيحس كده بيحس انه هيعمل مشكلة هو يجري مش هنعرف نجيبه لكن احنا في مصر بقول ان احنا دايما اه اما يكون تكتك مترقم من الاسم لغاية ما نقلن يعني نحاول نقلن الوضع ان هو يترخص في المرور بإذن الله اه التكتك ده لو هيستمر لو هو مش هيتلغي لو هيستمر عندنا في مصر التكتك هيستمر برقم اه تحت اشراف الاسم ده اللي بندعو ليه دائما وابدا فكل المحافظات اتمنى ان الفكرة تعمل في كل المحافظات اتمنى كل مديرين الامن في كل محافظات مصر بنشر السيد وزير الداخلية المحترم اللي دائما وابدا بيساعد كل المصريين وعلى حفظ امن وامان البلد دي اه اتمنى ان فكرة التكتك في مصر تبقى ماشية كلها بارقام على اساس ان الناس تبقى مؤمنة واحنا امنين على اولادنا وهم راجبين معاهم واخواتنا وازواجنا وهم راجبين معاهم بشكل كويس ومطمئن نرجع تاني للستة المصرية الستة المصرية بنقول بقى هي عمود البيت المصري وهي اللي اي فكرة نجاح مشروع في مصر بينجح بينجح بتفكير راجل لازم يكون في ظهره ستة لازم يكون في ظهره امرأة مصرية تساعده فهي بتساعده دايما هو الاستشارة اللي بيكون دايما بيشتشرها قبل ما بيبدأ اي حاجة بيكون ظهر ليه في كل حياته مجرد ما هو بيطلب المساعدة بيلاقيها سند ودائما وابدا معا فمش معنى ان حد يقولك ان زوج تسابتني او مش مستحمله مصاريف يبقى هو دي القاعدة لا مش دي القاعدة عندنا في مصر قاعدة عندنا في مصر ان كل الستات المصرية هي دائما ستة انا بعتبها ستة باسلة يعني دايما بكافح مع جزها دايما بتبقى مصابرة يعني عندها مصابرة رهيبة فدايما نفسي ان احنا ندعم كمان الستة زي ما دايما فخومة الرئيس بيدعم الستة المصرية احنا كمان كاعلام نوجه دعمنا دائما وابدا للستة المصرية ما نوجههاش اي لوم هي لو فيه ممكن لوم بسيط في الظروف اللي احنا فيها انها بتارت تتعصب شوية انها بتارت تبقى متنرفزة شوية انها بتارت تبقى متضايقة شوية عشان فيه حاجات كاب بتجيبها مش قادرة تجيبها حاجات كاب بتستعملها مش قارفة تستعملها هنستغنى عنها شوية وبقول الرجال المصريين استحملوا كمان ازواقكم لان هما دائما وابدا كانوا في ظهركم في كل مشوار نجاحكم فارجوا ان الرجل المصري يعامل الستة برفق ودايما يعملها بالحسنة صدقني لان هي دي اللي هكون دائما وابدا مع ولادك وفي مسيرتك اللي انت مستمري فيها في الحياة فالستة المصرية انا ببقى مبسوط جدا بما بشوف امرأة مصرية بشوف دلوقتي عالسوشيال ميديا كتير قوي امرأة مصرية عاملة مشاريع نكحة جدا بشوف ستات مصريين ما شاء الله عليهم شغالين في الخير بيعملوا برامج في الخير بشوف ستات مصرية عاملة مشاريع في الشارع وقفة بتعمل مشاريع جديدة سواء حتى لو وقفة بعربية بتعمل كوفي بتعمل شاي وقهوة ببقى مبسوطة ما بشوف الستة المصرية عاملة كده الستة المصرية بشوفها بتعمل دخلة في مهن حاليا هي كبتاعت رجال بس بتشتغل في مهن الستات بقت دخلة فيها او الامرأة المصرية دخلة فيها ببقى مبسوط والله قوي فالستة المصرية الحلقة كلها انا بركز فيها على الستة المصرية لان هي عمود النجاح في الفترة القادمة فان شاء الله انا بدعو التوفيق لكل ستة مصرية والكل راجل مصري يكون سند لزوجته ودائما وابدا احنا مع الستات المصريين ومع كل الامرأة العربية عمتا في كل دول الخليق كمان دايما المرأة العربية هي مرأة بتستحمل ومرأة على طول في ظهر كل الرجال المصريين حتى المرأة المصرية لو عايزها معاك في حرب هتلاقيها في حرب فالمرأة المصرية صدقني صدقني الواحد دايما لازم يقدم لها كل عوامل النجاح اللي انت تمتعت بيها في حياتك او مشاريعك او انت وصلت القمة من المجد انت ممكن تكون في دلوقتي لو بصيت ورجعت حساباتك هتلاقي دايما زوجتك هي اللي كتسبب ان انت في المكان اللي انت في ده بعد ربنا سبحانه وتعالى هتلاقي زوجتك هي السبب زوجتك دي اللي هي في نفس الوقت المرأة اللي هي أمك أو والدتك أمك دي هي السبب اللي انت في الحتة اللي انت فيها دي دلوقتي فأمك قبل ما تبقى أمك تزوجة فوصلتك للمكان اللي هي في ده عشان كده بقولك زوجتك والمرأة المصرية هي عمود الحياة في الوقت اللي احنا فيه فممكن تكون في خلافات الايام دي ومشاكل كتيرة في البيوت المصرية بسبب المصاريف أرجو نتغاضى ونستحمل بعض شوية ونعد الفترة اللي احنا فيها فيها اقتصاد في كل العالم متغير لكن احنا الستة المصرية بتستحمل وان شاء الله هتعدي الفترة دي ودايما هتكون سند لزوجها ودايما هتكون بتفكر انها تعمل هي كمان مشروع ممكن انا شايف نغمات منتشرة دلوقتي كتير قوي من الستة المصرية تقولك طب انا هنزل اشتغل او سبنا اشتغل لو في راجل لو في راجل زوجته عايزة تتقدم على موضوع العمل انا بقولك ادعمها يعني اوقف معاها معانا مين على التليفون واستاذ محمود مش شرقية واستاذ محمود منك صلب بس كده لواجد لا يعني ايو اصمود انا عندي عائلين وعايز اجيب لهم لبس العيد بس انا مش قادر لان ازروف وحشة وزروف اليومين دول فعبة وكده وانا مش تغال وزروف معاها وحشة وكدت احزو حضرتك تكلم لي اه اركيدي امول يعني لو بتجيب لي طاق من الولادين سيب ركبك في الكنترول ان شاء الله استاذ محمود سيب ركبك في الكنترول وان شاء الله هنتواصل معاك وبإذن الله خير وكل سنة وحضرتك طيب ربنا خليك باش يعني انا متفكرين اعني اعني زيلك والله هنتواصل معاك ان شاء الله سيب ركبك في الكنترول عايز افرحهم يعني في الكنترول الله ما قادر اجيب لهم لسه ان شاء الله خير استاذ محمود هتسيب ركبك في الكنترول وهتواصلوا معاك وإن شاء الله هتقول لأولادك كل سنة وإنتوا طيبين وتفرحهم بإذن الله فإحنا دايما بنقول أن الستة المصرية بتكون دايما وأبدا هي السند وعمود المنزل الستة المصرية دايما هي عوامل النجاح لأي راجل مصري فأنا بعمل مبادرة اسمها مبادرة الزوجة المصرية هي قائد الحياة الزوجة المصرية هي قائد الحياة أتمنى أن المبادرة دي الألام كله يشتغل عليها وأن احنا ندعم الستة المصرية في الفترة اللي احنا فيها دي بجد عشان فترة محتاجين فيها المرأة معانا بشكل دائما وأبدا أنها سواء هتكون بتساعد جزء في عمل أو بتكون مصدر للطاقة الإيجابية لجزء فبقول لكل الإعلام المصري حاليا لازم يبقى عندنا فترة إعداد أو فترة دعم للستة المصرية بشكل قوي جدا لشان نعد المرحلة اللي احنا فيها دي لأنها هي العمود بتاع أي مشكلة تتحل أو أي مشكلة نقدر نحلها أو هتكون بتحصل في بعض المشاكل اللي احنا عايشينا حاليا صدقني يا المرأة المصرية لو في بيوت فيها مشاكل هي اللي هتقدر تحلها هي اللي هتقدر تعدي أي محنة مع زوجها أو مع الراجل أو راجل ممكن يكون أخت مع أخوها تكون سند لي وبقول دايما موضوع الحياة للأزواج والفترة الجواز اللي احنا بقى بنشوفها دلوقتي أتمنى أن أي حد يكون دا بيجبل على الجواز أو كأبهات ساعدوا الشباب أنها ما بلاش المغالاة في الطلبات اللي احنا بنطلبها بلاش أن احنا ما بنساعدش يعني اعتبر اللي جاي تقدم لبنتك ده وانت بتساعده وبتقف معاه صدقني أنت ابنك بكرة يكون في نفس الموقف أخوك يكون في نفس الموقف ابن عمك يكون في نفس الموقف ابن أختك يكون في نفس الموقف الشرط أنت تكون ميسر الأحوال فتقول لا إن شاء الله أنا هعرف أساعده لا ده هوم الحال من المحال فساعدوا الناس بلاش المغالاة لأي حد بيتقدم عشان يتجوز إن احنا نشوف واحد بيتقدم للعروسة أو زوجة اللي طلبات فلكية مطلوبة دلوقتي دلوقتي اللي احنا فيه موضوع بقى صعب جدا يا جماعة نيسر الأمور ما بيننا وما بين بعض عشان الأمور تمشي بلاش الحاجات اللي كنا بنجيبها زمان يعني أنا عايز أقول لك فيه فكرة اسمها فكرة المنيش دي زي من اللي الستة المصرية بتجيبها وتلاقيه رغم أن أنا عمري ما شفت المنيش ده بيفيد بقية بيت مصري في حاجة يعني من زمنة ربنا عليه اللي لازم نيش في البيت أنا طبعا الكلام ده حاس إنه ممكن يكون أكيد دلوقتي في الفترة اللي أنا فيها دي انقرد أو مش موجود وإنه من ضمن الحاجات اللي دايماً تلاقيها في البيت كده انت حطيتها وحد ما حاجة ممنوع اللمسة أو الاقتراب أو التصوير منها لإنه ممكن يبقى أنت بتعرض حياتك للخطر مع الستة المصرية لو أنت جيت جنب الحاجات دي فطب هو موجود في البيت ليه؟ بنجيبه ليه يعني؟ إيه الفرق إن إحنا مثلاً تلاقي واحدة عايزة تتجوز ويجيب خمس ستة تقوم وثلاث مش عارف إيه حاجات كتيرة قوي تلاقيها في البيت كده وما بنستعملهاش أصلا طب ما إحنا أولى بالمصاريف دي؟ ده كستة مصرية بقولك أن أنت رشادي أو نقل المصاريف اللي أنت على والدك نفسه أو على باباكي أو على نفسك بلاش الدخمة اللي أنتو بتعملوها في موضوع الجواز ده لأن الموضوع بقت الحياة صعبة فمش معنى أن إحنا الحد متقدم لبنتك أو حضرتك دخل على موضوع الزواج فتبقي عايزة تجيبي كل حاجة فكل حاجة دي صعب في الوقت اللي إحنا فيه كل حاجة صعبة ممكن نجيب حاجات صغرة جدا وهي هتمشي الحياة الحياة ما بتقفش على مثلا لو إنا مفيش حاجة معينة في المطبخ خلاص إحنا كده مش هنتجوز لو مفيش ده موجود في الصالة مش عارف إيه مش هنتجوز لو الريسيبشن مش بشكل معين مش هنتجوز لو قودة النوم بشكل معين مش هنتجوز طب ليه يعني؟ أصلا هايزة أقول الحركة على حاجة الحياة الحاجات دي محدش إحنا بنتواصل وبنكمل حياتنا إن الحياة دي تمشي طبيعي جدا مش شرط كل حاجة تبقى غالية أو مش شرط كل حاجة تبقى عندك في البيت أنت هيبقى لها دور تستعمليها ممكن تكوني جايبة حاجات للزينة أو للطرفية تلوقتي اللي إحنا فيه دلاش أنا شايف إنه فكرة الشبكة للستة المصرية دي أنا مش الستة المصرية أكبر من إن يتقدم لها شبكة بكتير يعني الستة المصرية أكبر من إن يتقدم لها شبكة طب بالوقت اللي إحنا فيه تمن الشبكة اللي هيجاب بيه شبكة أو دهب لأي زوجة النهاردة يصدقيني هو يستفد بيه في وقت من الأوقات مش معنى كده إن هو بيقلل من حضرتك أو هو مش قادر يجيب لك زي بنت عمي وبنت خالي وأنا عمليش دعوة كلام ده يعني في الوقت اللي إحنا فيه أنت عايزة يحصر الأمر لأن أنت بقيت الموضوع بقى مختلف عن الأول يعني ممكن يكون شفتي حاجات كبتحصل قبل كده الصعب بتحصل في الحالة اللي إحنا فيها دي دلوقتي مش شرط إنه هو لازم يدهب ده بقى يكون سلاسل وغويش وخواتم وحاجات كده كتير كنا بنشوفها زمان أو بنشوفها لغاية وقت قريب أتمنى إن الموضوع ده يعني مش نلغي أصلا يعني في الوقت اللي إحنا فيه خلي دهب للي معاه عايز يجيب دهب ما عنده مشكلة بس بعد ما يتجوز يرجع يجيب دهب تاني ويساعدك تاني ويجيب لك كل اللي إنتي نفسك فيه بس في الوقت اللي إحنا فيه أتمنى إن إحنا يبقى فيه موضوع الدهب في موضوع الجواز ده نلغي الفترة اللي إحنا عادين فيها دي لأن مش حاجة شايفة برضو مش مجدية أصلا هي للزينة أو للحلي حضرتك أكبر من إن أنت تقولي الدهب ده أصلي ده كل واحد بيجيب إمتو أو مش كلام بقى تعزمان ده اللي إنتهى ده مانناش دعا بيه خلصة ممكن بعد كده هو يجيب لك دهب يجيب لك حاجة أحلى من الدهب مليون مرة يجيب لك حاجة تستخدميها ممكن بفروس الدهب دي يجيب لك عربية تستخدميها أهم من الدهب ممكن يجيب لك حاجة في التكنولوجيا تستخدميها في فيتك أهم من الدهب فأتمنى إن الستات المصريين يشيروا فكرة الدهب دي في الوقت اللي إحنا فيه ده من دماغكو على أساس إن إحنا نعدي الفترات بتاعت الجواز دي تبقى سهلة الحاجات اللي قد بتطلب من العريس والزوج اللي هو عايزين واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة أتمنى يبقوا حاكتين بس كفاية تقضي بيهم الغرض عشان الحياة تمشي لإن الحياة بقت صعبة شوية أيها معنا مين ألو سلام عليكم سلامة الله وبركاته أيها سيد محبود أيها معكرا حضرتك أماشي أحمد حيثين من المحروف بالجيزة آه أنا وسهل الزحمد أمانك بس أنا كنت سيد محبود كنت شجال حقومة تمام وأعملت مشكلة كده ومسقبت في تقليل السنوك بتاعي تمام أنا بس وقبت يعني من حدك كده من برنامب بتاعك أنا بتأسف لأي حد بزعلي مني وأنا بتمنى أن أرجع الشغل تاني إن شاء الله ترجع لشغلك تاني والسيد أحمد وبإذن الله خير وأي حاجة في الدنيا ممكن تتعالج إن شاء الله بإذن الله وأنا من برد من خلال برنامب بالحضرتك أنا بتأسف لأي حد أنا زعلته أو عملت حاجة معاه أنا عندي طفلين طبعاً ومتأسف لأي حد شندي لسهم الحكومة أكدتش ليش أي رتق تاني من اللي أشغل الحكومة بس طيب إن شاء الله أحمد نشوف سيب ركبك في الكنترول وأنتواصل معاك ونستضيفك إن شاء الله معنا في حلقة ونشوف لو في مشكلة نقدر نساعد بيها نحلها نقدر نحلها إن شاء الله وكل سنة وكل مصر طيبة وكل سنة وأنت طيبة أحمد كبير حكومة محمود وكل عام طيب وزمدان كريم وأنا برضو نساعد بنام بتاعك من خلال المكالمة دي أنا بتأسف لأي حد أو بتأسف لأي قائد المثبادة أنا زالته فيه وإن شاء الله أحمد أسفك بإذن الله الناس تقبلوا ويكون مقبول وتزارك مقبول بإذن الله لإن إحنا مصر بلد التسامح والمصريين كلها بتتميز بالتسامح وإن شاء الله أحمد لو في مشكلة نقدر نساعدك وتتحل بإذن الله نساعدك ونحلها لك وتسيب رقم حضرتك في الكنترول وبإذن الله لو نقدر نساعد بحاجة نساعدك بيها وإن شاء الله خير يعني شكرا أستاذ أحمد من بلبيس ألف شكر يمكن إحنا برضو عايزين اللي بنقوله لو في حد في العمل مضغوط اليومين دول من الالتزامات أو عنده مشاكل بيمر بيها في العمل عمتا بقول للناس إن إحنا لازم نستحمل بعض بقول للناس إن إحنا دايما أي حد في العمل المصرية أو الرجل المصري في فترة العمل بتاعه وممكن يكون عنده ضغوط فبيبقى متعصف شوية عايز يبقى فيما بيننا حتة التسامح مش معنى كده إن إنت تطلع مشاكلك أو المشاكل اللي عندك بتمر بيها تطلعها على الناس وإنت في أي مكان عمل أنت بتشتغل فيه لا خالص بس أنا بقولك إن إحنا بيننا وبين بعض كعمالة مصرية بينها وبين بعض أو كرجال في مكان عمل واحد تحت مظلة واحدة بينهم بعض مشاكل حاول نحلها مع بعض حاولوا تكونوا دايما وأبدا سنت لبعض إن إحنا ما فيش حاجة نسمعها مشكلة ما لهاش حل كل مشكلة في الدنيا وليها حل فأرجو حتة التسامح تبقى ما بيننا كمصريين اللي إحنا أصلا مميزين بيها دائما تبقى اليومين دول فعل التسامح زيادة اليومين دول إحنا في أيام كريمة وفي أيام مفترجة والأيام اللي جاية إن شاء الله يكون ربنا كريمنا وكلها خير في مصر فنرجو إن إحنا نسامح بعض أرجو إن إحنا ما يبقاش بيننا وبين بعض أي حد شايل من حد ضغينة واللي يقدر يساعد حد يقدر يساعده لقى إن إنت سدقني لما ربنا بيختارك له حد معين فتلاقي جالك بيقولك ساعدني هو ما اختاركش إنت ده ربنا اختارك لي عشان تساعده يعني إما ربنا بيختار حد يحل الحد مشكلة أو هو الشخص ده بيلجأ لك هو ما لجأ لكش كده عاد يفكر ده ربنا سبحانه وتعالى خلى اختارك إنت دونا عن ناس كتير عشان تساعده فكون إن ربنا اختارك صدقني ربنا سبحانه وتعالى هيعينك إن إنت تحلله مشكلته هيعينك إن إنت تساعده هيعينك إن إنت تقف جنبه هيعينك إن إنت لو بييدك حاجة وما قدمتها إيش هتسئل عليها فأتمنى إن إحنا دائما وأبدا إن شاء الله نكون زي ما الرئيس بيقول دائما مع بعض ودائما كوة واحدة واللي إحنا فيه دلوقتي إحنا كنا فيه ومصر الحمد لله بقت في حتة تانية يمكن من المسلسلات اللي واحد فخور بها وبتفرج عليها مسلسل الاختيار من الحاجة الجميلة اللي التلفزيون المصري بيعرضها فبنوجه الشكر أصلا لكل القائمين على هذا العمل مين يا فنم؟ ألو؟ ألو؟ أيوة؟ أيوة اسمي نزل نعم يا فنم؟ ألو؟ أيوة؟ أيوة كنت عايزة كنت عايزة أسألك سؤالي نعم؟ كنت عايزة تفسر فضل يا فنم؟ لو صمحته أنا واحد متقدم ليه كده وأهلي مش راضين بيه خالص أيوة؟ ليه مش راضين بيه يا فنم؟ مش راضين بيه عشان هم من السعيد يعني ما لهم يا فنم قال للسعيد ما كلنا في مصر واحد من هم مش راضين بيه أنا بحبه كده حضرتك يعني المستوى الاجتماعي فيه فرق ما بينكو يعني قصدك؟ لا 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 طيب فرق في تعليم معين مثلا حضرتك في تعليم؟ لا لا حتى علمنا واحد طيب أمم إيه المشكلة؟ إن هم من السعيد بس وحيتجاوزني وكده ونروح الصعيد آه 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 أنت عشان يعني أنت يا حضرتك عايزة إن هو ينقلك للمحافظة تانية ووالدك عايزك تبقي عنده في نفس المحافظة يعني آه هو في الأول وفي الآخر لازم تسمعي كلام أهلك لأن هم ليهم رؤية حضرتك ممكن تكوني مش شايفاه فدايما دايما الأهل بيبقى ليهم رؤية ونظرة هم عارفين في إيه في اللي جاي فمش معنى كده أن هم بيدايقوكي خالص ولا هم عايزين يوقفوا في طريقك لا هي القصة كلها أن هم ممكن يكونوا شايفون رؤية بعد كده أنت هتبقوا مثلا بعيد عنهم شوية أو مش هتعرفي تتواصل معاهم أو أن أنت في فرق جامد أوي ما بينكوا في حاجة معينة أنت معاين أنت قلت ما فيش فرق يعني حاجة أنت ممكن تكوني أنت مش شايفها بس هم شايفينها لكن إن شاء الله ربنا يوفقك وبإذن الله خير واستخيري ربنا وإن شاء الله ربنا يوفقك للأصلح يا أستاذ ظاهدي شكرا أستاذ ظاهدي وكده إن شاء الرحمن يبقى وصلنا لنهاية حلقتنا من برنامج كلام تجار وضمتم في رعاية الله ضمنا خديمينا لكم بعون الله كل سنة وحضراتكم طيبين يعودوا علينا وعليكم الأيام بخير جميع الأعياد على كل المصريين إن شاء الله تكون بخير الأيام القادمة وبإذن الله دائما نكون قوة واحدة مسلمين ومسيحيين وإن شاء الله إن شاء الله الأيام القادمة لمصرها تكون أفضل ضمتم في رعاية الله ضمنا خديمينا لكم بعون الله اشتركوا في القناة دائما بتتخيل إنك تلاقي كل طلباتك في مكان واحد وبالأسعار اللي بتحلم بيها كلنا كده في أركيديا مول دا مكانك في أركيديا مول أكبر تجمع الاكسسوار المحمول في مصر محلات متخصصة في جميع أنواع الملابس الحريمي الأطفالي الرجالي محلات الطرح والاسكرفات محلات الاكسسوارات محلات الأحزية والشمت والجلود محلات الساعات والنظارات أركيديا مول كل اللي بتحلم بيه طبعا هتلاقيه أدوات منزلية أدوات مكتبية هدايا ولعب أطفال كافي شوب ومطعم خاص أركيديا مول المول الوحيد اللي في وسط البلد على الكرنيش المول الوحيد على الممشى السياحي أركيديا مول المول الوحيد اللي بيطلع النيل أركيديا راح تورد عملائنا هو هدفنا يلا مسانيينكم تشرفونا في أقرب وقت واسألوا عن عروض العيد السنادي أركيديا مول كل طلباتك في مكان واحد هذا الإعلان اهداء من كلام تجار